مساء أمس افتتح سعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشرقة منتزه الشرطة الصحراوي الذي تم إنشاؤه بمنطقة الكهيف بالبطايح التابعة لمدينة الذين بحضور العميد خليفة المري رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على المشروع وعادة من كبار ضباطه منتسبي شرطة الشرقة وعائلتهم إلى تفاصيلها بمنطقة الكهيف بالبطايح وفي جو أسري ترفيهية افتتح سعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشرقة منتزه الشرطة الصحراوية الأول من نوعه في الإمارة والذي تم تنفيذه في إطار مبادرات ومشاريع القيادة العامة لشرطة الشرقة الرامية لإسعاد العاملين وعائلاتهم المنتزه يمتد وسط الكثبان الرملية متضمن المرافق ومنطقة لألعاب الأطفال وملاعب وغيرها من المرافق الخدمية بحيث يتيح لمنتسبي شرطة الشرقة فرصة قضاء أفضل الأوقات بصحبة عائلاتهم وخلق بيئة محفزة من أجل تعزيز الترابط بين الأسر والعاملين مشروع منتزه الشرطة الصحراوية الذي أنجز بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم العالمي للسعادة خطوة إيجابية نحو دعم المبادرات التي تصب في مصلحة العاملين وواقع العمل ستأكس رؤى القيادة الرشيدة إلى جهل الإمارات وشعبها في مقدمة الدول التي تحتل أفضل المراكز بمعايير مؤشرات السعادة العالمية شكرا